موسيقى نحن ربما منذ أكثر من عامين ونحن نطالب باستكمال تحرير تعز آن الأواني إن شاء الله وخاصة بعدما أشار الأخ مدير مكتب الإعلام النقيب قحطان أن الأحداث القديدة والمستقدة الطارئة بعد أحداث عاصل عاء عندما غدر بالحليفة الاستراتيقي الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي مكن هذه الميليشيات الحوثية من اكتياح المحافظات اليمنية سلم لهم المؤسسة العسكرية والألوية الحرس الأموري والقوات الخاصة سلمها لهم ليحققوا ولكن يعني كان القزاء بتلك الأقول بذلك الغدر المشؤوم وبالإعدام أقول هؤلاء أثبتوا أنه لا يمكن أن يتعايشوا مع أحد فأقول لابد أن تواصلوا دوركم أنا أحب فقط أنبه أنبه أيها الأخوة نريد أن نبتعد اليوم عن المناكفات نريد أن نوحد الخطاب الإعلامي نريد أن نخرج إن شاء الله بتوصيات عملية توصيات عملية وإيجاد آلية إن شاء الله لتوحيد الخطاب الإعلامي لما يخدم التحرير ويخدم تلسيخ الأمن والاستقرار ويخدم تفعيل أسس الدولة سنخرج في آلية متفق عليها يا إخوة ننقذ الأخطاء من منطلق الحرص للتشفي يجب أن نوحد الخطاب الإعلامي يعني توحيد الخطاب الإعلامي الهادف والموجة لصالح المعركات اليوم نحن بحاجة إلى التحرير نحتاج إلى كل وسائل الإعلام عبر كل وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي الجامع المدرسة الجامعة الشارع إقامة الندوات نحتاج إلى حجة الناس توحيد الخطاب التوقع نحوى التحرير والترسيخ قواعد الأمن والاستقرار تعيس نحتاج مننا الآن احترام نحترمها نحترم دماء الشهداء والقرحة الذي راحوا منكم منكم الإعلاميين في الدرية الأولى منكم رجال أبطال يعني راحوا في الجبهات ويشتي وصلوا رسالة إعلامية للناس إخوانكم في الجبهات يعانوا الأقصى أنواع الباب نحن هدفنا التحرير هدفنا تعز والله لن نبقى شو نحن ما أنا ما جيتش من المسرح أنا جيت من الجبهة شو لهذا المكان أنا لن نترك لن نتخل عن تحرير سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا لكي يكون إعلامنا موحد يجب أن يعي الجميع أن لنا أهداف محددة كلنا هنا في هذه القاعة معنا أهداف محددة ويجب أن نوقع هذا الخطاب الإعلامي لخدمات هذه الأهداف الهدف الأول استكمال تحرير تعز وانقليل من القناة وقميع أرض اليمن من الميليشيات الهوثية يجب أن هذا يكون هو الهدف الأول اللي هو أبارة عن استكمال التحرير خصوصاً نحن نفتعد استكمال التحرير وإذا استكملنا التحرير لنقول خلاص تحررنا تعز وبقية المحافظات اللي بدخل بها ولكن نحن تعز نحن تعز أغلب شهداء وقرح هذه المعركة في طول اليمن وعرضها كلهم أغلبهم من تعز تعز هي بوصلة اليمن تعز هي تعتبر أصل الثقافة والسياسة والعلم في اليمن الحبيب ولذلك كيف أن نكون مدركين لواقعنا ولأهميتنا في واقع سياسي اليمن إذن كان الهدف الأول وهو استكمال التحرير الهدف الثاني استعادة مؤسسات الدولة وتأهيلها وتفعيل أدائها للقيام بمهامها ثم ثالثا وهو الهدف الذي ينشده الجميع وهو بناء الدولة اليمنية الحديثة الحديثة يعني إذن هذه الأهداف الثلاثة لا يمكن أن يختلف على أثنان فلماذا إذن نتطرق في إعلامنا إلى ما لا يخدم هذه الأهداف إذن يجب أن إذا اتضحق بأهدافنا فيجب أن نوحد كل جهودنا بتحقيق هذه الأهداف ونكون كلنا على وعى وإدراك لهذه المرحلة فيجب أن نتطرق في هذه الأيام وخصوصا الآن في توقع الحاصل بتحرير محافظة تعز استكمال التحرير محافظة تعز أن نوقف كل أنواع الناقد يا أخي الله ما فيج داعي للناقد على العام يمكن أن نأخذ أن أنصح على الخاص أنصح أي واحد من يمكن أن ننصحه على رأسه لا يمكن أن نحن ننشر بالإعلام كل أخطاء التي تحدثهم من هنا وهنا الإعلام والكلمة أهم للآخر لو عرفت أنه في قبلها وأنه لعن يهتم وأنه دافع على أهله والأرضه وعلى مستفى الوطن لا أخذت هذه الأهداف ستأخذ وقته كامل ولم يجد لأي شيء من المراكبات نحن نستحق الكمية لأن يأخذ واجبه الوطني وسنجد أنفسنا غارفين في العمل الوطني والنضالي ولم يجد وقتاً للمناكبات المناكبات لها وقت آخر والأمور الشخصية لها وقت آخر ويجب أن يعرف الجميع أن الإعلام والصفف لم يجد أصبحت غير موجودة لكن الآن سبحاناً لدينا صحف ألف صحيفة كل صفحة واحد من صفحة ما كبر هو رئيس التحرير قد مرقبها قد سياسة لكن الآن في هذه اللحظة أقصد أنه كل واحد يعمل له خط شياسي موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة